النهاردة انا هتكلم معاكو على how learning will be like in future يعني ازاي التعليم حيكون شكله في المستقبل والحقيقة ان انا هنا هستخدم عن يعني هو التعليم هو التعليم طبعا اللي هو نقل الخبرة من شخص الى شخص اخر بس هو ده التعليم ليس اكثر ولا اقل بس انا النهاردة هتكلم على ان التعليم في المستقبل حيكون افضل بشكله فلما اجي اتكلم عن المستقبل لازم اجيب سيرة الماضي ما انا مش هقضى ارصاصي عالفوزي فقلت in the past يعني في الماضي the learning process learning process يعني عملية التعليم depend on depend on مش dependent لا depend on ادي الاخيرة دي ننضعاش شغل dependent on بوكس بلاك بوردز بلاك بوردز وحطيتك معاك كلمة وايت بوردز باعتبار ان انا من ضمن الناس اللي عادت علموا وايت بوردز برضو ما انا ما عادناش يعني هي بقى بلاك بوردز ووايت بوردز يعني الصبور اذا كان احنا عيبنا احنا وحنا صنططين قوي كنا مشوفوا البلاك بورد اما اكبرنا شو داخلنا سانة وشوفنا الوايت بورد الحمد لله يعني بس انا هنا ما كتبتش وايت بورد مش هعدت كلمة وايت كل مرة فانا قلت وايت وانز الوانز دي عايدة عالبورد اس عيباشة وكل بغاشة and classes واتقبيع classes اللي هي الفصول معناها هتعلم فين يا ابن هتعلم فين we can't we can't دي يعني نحن لا نستطيع deny we can't deny ده تعبير مجازي اللي هو لا نستطيع ان ننكر أنع we can't deny ذات احفظوا يا ابن حيلو we can't deny ذات كمان مرة we can't deny ذات لا نستطيع ان ننكر أنع ات ات دي بتاعود عليها باشا عالتعليم تمام عملية التعليم it has been ده مبني للمجهول بتاع مدرع التام كده حيلو اللي هو يعني ايه كان موجود في الماضي ولا زال يتأثروا ايه موجودة الى الان ها قصدت مش هتتكلم وانت الى الان احنا ستيل كمدرسين منشتغل عالصبورة احنا هنروح ده الصبورة دي هي اصلا الباباية وتحديد الصبورة اللي عديها التفهل اللي احنا نكتب عليها دي سيبها كتة من الحاجات اللي طالع موضة it has been developed يعني تم تنميتها برضو دي مضارع تام مبني المجهول all the time طول الوقت يعني هزيه الايام هنا بقى انا هتكلم على الايام دي لسه برضو ما جيبتش سرط المستقبل وي سي سي ديز هتقول ليه ده مثل الحاجات ده دي ملع يا باش احنا فلحين وبنستخدمها الى الان السيديهات والديفيهات والحاجات دي لسه ما وصلناش للمستوى اللي انت وصلت له فاحنا بنستخدم السيديز والديفيديز وانا هنا مش بتكلم على احنا هنا بس بتكلم على دول الى الان بتستخدم الحاجات دي التعليم هناك لسه زي التعليم يعني ما وصلش اللي انت بتخيله وتليفيجينز برضو اللي هي اللي هي البرامج التعليمية او كمان القنوات التعليمية برضو او دي اللي هي اورة انا كتبه لكم كلمة اورة هو الحقيقة انا هنا channels on the internet هنا انا بدأت ادخل على الايام اللي احنا فيها دي ولسه من خرجش عنه استقبل channels on the internet يعني القنوات اللي على الانترنت سواء كانت فيسبوك او او يوتيوب او حتى في قنوات تانية على منصات تانية او على برامج تانية كتير جدا 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 فيه الواتساب في كل حال المهم انها في الاخر we are learning انا كده بتكلم في المدارع المستمر everything احنا متعلم كل شيء on the internet او online يعني احنا حاليا دولة بقينا فعلا متعلم الحمد لله رب العالمين كل شيء online حد كده يا بشا عسل نيجي بقى على in the future في المستقبل اللي عيحصل وهنا بقى اشوف انا في الاول كنت بستخدم الماضي البسيط بعد كده المدارع المستمر اشان انا في المستقبل في الوقت ده اللي احنا فيه حاليا بقى هنستخدم will اللي هو سوف يبقى the educational platform الplatform هنا مش رصيف قطر لا هي بتبقى كده بمعنى منصة يعني اصحى يا طالب the educational platform have control بيتم التحكم فيها وده مدارع تام بس انا لسه هستخدم المستقبل بسيط ازبر ازبر الفجرة المستقبل فيه بسيط اللي هو بتاع will وفيه قريب اللي هو بتاع going to فانا عاستخدم بتاع will على السنة ما حدش عارف بكرة في ايه فالمهم انه controlled the learning process اللي هو عملية التعليم نفسها بيتم التحكم فيها على هزي الايه المنصات اللي هو المادة العلمية نفسها اللي بتتقدم ليه طالب ايه كانت اللغة ايه حاجة الحقيقة انا لازم اوقف البراجراف ده واخش على براجراف تاني وانا كنت ممكن اكمل بس ايه ان انا كده الفكرة في البراجراف الاول خلصت البراجراف يا جماعة فكرة فكرة حلوة بتقولها لما تيجي تتكلم في دفس الفكرة بس هتنبسك خش على براجراف جديد فانا هعملت براجراف جديد انت عايز وانت بتكتب لو انت طالب صغانطة هتكتفي بالبراجراف التاني اتسكاه. فيش اي مشكلة. انا عارف ان انا بقول لك الكلام ده بعد ما عدى خمس دقم الفيديو. بس هعمل ايه? اخد بالك يعني المستقبل القريب. ممكن الكمبيوتر والروبوت هينموا او حيقدموا محتوى جيد للعمليات التعليمية. وهنا برضو يا شباب المستقبل ايه الجميل? انا بس تدعي. اه طبعا هنا ديفولك تينكين. حينمي الثينكين اللي هو التفكير. اخد بالك. ده طبعا استخدامنا في الوقت ده حيكون ليه المستقبل البسيط. سوري اه طبعا ما هو المستقبل البسيط. ايه اللي سوري? سوري في ايه? انفاكت. انفاكت دي طلبة يعني في الحقيقة او في الواقع. كل مرة اقول لكم ان كانت دينيه طبعا من ايه? فقلت نو كان بريدكت. بريدكت دي يعني يتنبأ. فما فيش حد ممكن يتنبأ بشكل التعليم في المستقبل. او حتى التعليم هيودينه في المستقبل. وستخدمت الورد ويل. ويل ليد يعني تسحبنا او تودينا او تؤدي بنا الى. ليد اص. ويل ليد اص يعني تؤدي بنا الى. ويل ليد اص. بط لكن هنا دي جملة اعتراضية طبعا دي جملة تانية غير الاولية عشان كده استخدمت اول حرف منها كابيتل. بط وي كان سين احنا نستطيع ان هو نقول ذات. ان. بط وي كان سي ذات. نستطيع ان نقول ان اه كمبيوترز اللي هي الكمبيوترات يعني. والروبوت زي ما قلت من شوية. عفكرة الروبوت ما هو كمبيوتر برضه بس على هيئة بني ادم. او على هيئة حيواء يعني على هيئة مجسمة انت تألفه يعني. عشان بتوصل تاخد منه المعلومة وانت ريء كده تفاهم. ماي تشوز وات سوت دي مايند او دي منتالي انه الكمبيوترات نفسها حتعرف دماغك شكل ايه من خلال بعض التطبيقات وبالتالي حتتديك المعلومات اللي انت محتاجها او اللي هي تسبب لك متعة التعلم وبالتالي تبدع فيها وقت بالك. and the age of the learner وكمان حتحدد عمر المتلقي او عمر المتعلم وده ليه? عشان تقدم له فرصة جيدة للتعليم برضو. والله يلاحظين كلام بصراحة كلام يعني بصراحة كلام كلام. المهم كلام جميل. and the and the. انا بخلص يا جماعة البراجراف. and the quality of learning. او of the curriculum اللي هو المنهج. المحتوى بتاع المنهج او الاصالة اللي في المنهج بتعتمد على طبيعة المتعلم. السلام.